اشتركوا في القناة لتشيد بحز الحضور الذي يؤكد تعهد الدول من أجل حياة سعيدة لشعوب المنطقة وجاءت كلمة البنك الدولي الجهة الممولة لحز المشروع التموح الذي يسعى لتعليم الفتيات وتطوير الصحة الإنجابية والكفاح ضد زواج الخاسرات والعنف وأضاف أن هذا التعهد يشجع المؤسسة الدولية من تكثيف دعمها والعمل مع الشراكاء الآخرين ثم توالت الكلمات من الشراكاء الفنيين كمنظمة الصحة بغرب أفريقيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وانصبت جل كلماتهم في حدث بلوغ الأحداث أما رئيس اللجنة الإقليمية النموزجية سينجابي برنباس أمين الدولة في الاقتصاد والتقديد والتنمية بدولة شاد أشار في كلمته إلى أن الحالة الاقتصادية والاتماعية في الإقليم دفعت المشروع بأن يأخذ طريقة تقدم هيث وضعت كل الأطر وحضور السيدات الأول يدل على أن للمشروع اهتمام من أعلى سلطة بالدولة من ذلك اللجنة تسلم التعهدات للسيدات الأول بصفتهن أم حاد من أجل نطائج المرضية وتوالت تداخلات السيدات الأول بتعهدهن من أجل استقلالية المرأة ورفع كل العقابات التي تعيق ذلك السيدات الأول أعداء السويد وهم بوركينفاسو النيجر ومالي وموريتانيا وساحل العاج وتشات تعهدن بالعمل سويا وجاء بعد ذلك البيان الجماعي للتأهد السيدات الأول قدمته لالا لالك أسوف المرأة الأولى بالنيجر فاعتبارا لموضوع قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة واعتبارا لما تسببه الكوارث واعتبارا لقلة التعليم لدى الفتيات وقلة الخدمات الصحية الإنجابية وتأييدا لقادة الدول ولما يقوم به مشروع سويد تتعهد السيدات الأول بتقديم الخدمات للمرأة وخلق مناخ مناسب وإطلاق حملات وطنية وتقديم الدعم الشخصي والجماعي للحملة من أجل خارطة طريق سليمة لعم المشروع القرى السمراء ومن ثم أطلقت السيدة دومينيك وتارى سيدة ساهل العاجة الأولى الحملة وتمنت التوفيق نحو أفريقيا قوية متماسكة ووقعنا على مستندات التعهد الخاصة بالحملة بذلك انطلقت الحملة الإقليمية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والأخلاقي هذا الاجتماع التحذيري سبق إطلاق الحملة الإقليمية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والأخلاقي فقد حضروا وفود الدول الأعداء في مشروع تمكين المرأة والعايدة الديمقرافي بالساهل المعروفة بالسويد وحية تشاد والنيجر وبركينة فاسو ومالي وموريتانيا وساهل العاج المشاركون من رجال الدين والمجتمع المدني والشئون الاجتماعية ونواب بالبرلمان وقطاع التعليم وصحة والإعلام برنامج الاجتماع التحذيري الذي استمر يوما كاملا كان هافلا بالخطب وورش العمل فقد تصدرته كلمة الافتتاح من وزيرة التخديد والتنمية العاجية البلد المضيف السيدة نيالا كابا وبعد الترهيب بالوفود قالت أن هذا الخضور يمثل أهمية المشروع الذي يهدف إلى رفاهية الأسرة اندع استجابة الشعوب للخطوات العمل وأعتد إحصاء لما يزخر به الإقليم من سكان في سن الشباب وهناك تحديات لا بد من رفعها لذا أطلق المشروع وبعد الافتتاح الرسمي ترأس الأمين العام لوزارة التعليم بيتشاد جلسة المناقشة للاستماع إلى تداخلات جميع الدول حول جهود بلدانهم منذ انطلاق الحملات الوطنية الطرق الشرائح المستهدفة الوسائل المستخدمة وهناك جلسات أخرى تم فيها تقييم العمل حيث تحدث فيها ممثل البنك الدولي جح المويلة للمشروع وشركاء فنيين آخرين كصندوق الأمم المتحدة للسكان وختم الاجتماع بكلمة السيد سينجابي برنباس بيتشاد أمين الدولة بالاقتصاد والتخديد والتنمية ممثلاً للوزير الرئيس اللجنة الإقليمية النموذجية فقد شكر الحضور على العمل الذي قاموا به وحظى يضافه إلى جهود الدول منذ انطلاق الحملات الوطنية وبه يبدأ المشروع مرحلة جديدة فقد حياهم على النتائج المهمة وناشد الوحدات المختلفة بالدول للعمل من أجل الوصول إلى الأهداف وهي تعليم البنات والحد من زواج الفتيات والحمل المبكر والتطوير الصحة الإنجابية وكل العداد التي تتسبب في تأخر المجتمع وشكر شركاء مشروع السويد على الدعم السقي الاجتماع درس عدة مرفاض وقدمها للسيدات الأول للتعاهد والتوقيع عليها للعمل بها من أجل منطقة مزدهرة يحزى شعوبها بحياة اجتماعية أفضل اشتركوا في القناة